كان كثير من الناس لا تعلم بهذا الموضوع لا رجل لك نعطيك الخطورة وين تلقى واحد عامل سجيل تجاري باسم الزوجة تعو موظف ما يقدرش يدير سجيل تجاري يروح يدير تجارة باسم الزوجة تعو ها ويا مسكينة قاعدة في الضار قابعة في الضار ما تروح ما تخدم ما تفقها في التجارة الزوج تعوال يسير بعد كي يوقع مثلا في إفلاس ولا تتركهم أولا ضرائب كي يخرجوا خرجوا باسم الزوجة ما وش باسمه هو شيكات اللي كان يقدم من الزوج باسم الزوجة تعو لأنه هو لي تعامل في الواقع الزوجة هي لي تعشين متهمة موش من الزوج وللأسف الشديد شفنا صور شفنا صور يا رجل وين الرجل تنصل من المسؤولية تعو توجه زوجتها نظلها لحقية المحكمة الله يسأل لك شفنا الحالات كما هذه حذاري من هذه التصرفات هذه حذاري الإنسان اللي قادر وعنده يعني الشيك ما تلقبش بها نعم الشيك ما هوش لعبعة أداة وفاة هو سلاح إذا أعطيته لخصمك إذا عندك رصيد ما تخافش إذا ما عندكش رصيد حتى وإن كان عندك رصيد لا يمكن أن تضعه على بيض ما تضعش على بيض حذاري من هذه الشيكات على بيض ظرام بالآلف لي وقعوا ضحايا تعلق الأمور هذي يمدوا الشيك على بيض من باب الثيقة أو الأتيمان وأحيانا الأخر يدي لك شرط أخويا ما نبيع لك شي لا تعطيني شيك على على بيض ما تشيرش من هذا الشيك من خلافه يا رجل واقع هاو حاصل هذا الشي هذا حاصل نعم ويجيك النهار الأول بأسلوب مليحوك كذا ومنه يستدرجك تطيح الأخر تعطيله شيك ما مضي على بيض بل حتى تدلو وثيقة بل لي راك اقتنيت عليه أثاث ولا كذا دون تحديده وتمضي بل لي راك عطيتلو شك بل لي راك عطيتلو شك باش يسلك حذاري من تقديم الشيكات على بيض